بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اهلا بكم اصدقائي واحبابي في قناتكم فارس البرمجيات على يوتيوب حضراتك اذا كنت شاهدنا الاول مرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلت كل المنشرتان الجديدة بازن الله تناولنا سلسلة شاومي وخاصة وجهة المستخدم 111 بعد ما حدثنا التلفون بتاعنا الوجهة 111 قلنا نتناول مع بعض في دروس متلاحقة عن مزايا وجهة المستخدم 111 وشرحنا قبل كده درسين عن مزايا 111 والنهاردة الدرس التالت في وجهة المستخدم 111 زي ما انتم شايفين وملاحظين دلوقتي معايا في الدرسة هو شغال عندكم الخلفية متحركة الخلفية نفسها بتاعت الشاشة متحركة زي ما انتم شايف كده الفيديو بتحرك معايا الشاشة قصد الخلفية بتتحرك معايا الصور جميلة جدا جدا النهاردة بازن الله اشترك الان بالقناة وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى مشاركة المقطع ودعمه بلا نعرف ازاي نجعل الخلفية متحركة مبدعيا الخلفية بتتسحب من البطارية بالفعل بتسحب البطارية لكن مش بالقدر اللي انت متخيله ان هي هتفضل البطارية على طول لان انت مجرد ما بتوقف الهاتف يعني بتقفل الهاتف الخلفية دي بتبقى ايه ساكنة فبالتالي ما تسحبش البطارية اما وانت فاتح كده هو الشاشة نفسها فبتبعا بتسحب من البطارية اه ازاي نعمل الخلفية متحركة دي في تطبيق اللي هو اسمه السمات التطبيق بتاع السمات بتضغط عليه تمام بان اغطع تطبيق السمات هيجيب لك التطبيق كده بالشكل اللي انت شايفه دوت هنختار ممكن يجيب لك الاختار الاول اللي هو عمز الفرشة دوت تمام بيحمل معي بس لحظات عشان النت اول ما يفتح معك التطبيق هيفتح بالشكل اللي انت هشايفه دلوقتي حالا دوت عليه الصلاة والسلام اه فيه هنختار الاختيار اللي هو في النس هنختار الاختيار اللي هو في النس اللي شكل عام زي شكل الصفحة وزي ما انت شايف كده فوق مكتوب خلفية لها المتحركة اللي بردك فوق من النس دي هنضغط عليها زي ما انتم ملاحظين كده اصدقائي دي كلها خلفيات متحركة لو انت السامة المعينة الخلفية معين هقف عليها. وهتشوف الخلفية وهي بتتحرك معك. زي ما انت شايف كده. شايف ده منزل التلج بتغير. لو انا هرفع بايدي الفوق هيجيب لي شكل تاني. كل ما ارفع بيدي الفوق هيجيب لي شكل تاني. اشكال كتير انت تقدر تختار الاشكال اللي انت حبيبها. في اشكال زي ما انت شايف كده في اعماق البحار في اشكال بالفضاء زي الشكل اللي انا كنت مختاره. طبعا كل واحد زوقه بيختلف عن التاني. طبعا عشان ما طولش عليكم ده وقت كل حاجة في موضوع درسينا النهاردة. عن وجهة المستخدم مية وحداشر. والنا اللي مش عارفة يحدث مية وحداشر هيعمل ايه? ممكن تنتظر هيجي لك كده كده التحديس هوائي بازن الله قريبا. اما لو انت عايز تحدث ومستعجل ممكن تخش على صفحة مية والرسمية وتحمله. او عن طريق التطبيق. وشرحنا قبل كده ازا تحدث وجهة المستخدم مية وحداشر يدويا. بازن الله انتظروني في دروس لاحقة برضك. هنقول وجه المزايا التانية اللي فاجهة مية وحداشر. مية وحداشر الصراحة وجهة رائعة جدا جدا وكلها مزايا جميلة. وبازن الله هنتناول كل مزاياها في فيديوهات متلاحقة. بتنساش الشرك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل منشورتان الجديدة. كان معكم اخوكم الفرس حسام دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.